أدانت الخارجية الفلسطينية حملة التحريد الشرسة المستمرة ضد الأمم المتحدة ووكلتها ومسؤوليها والتي تشمل هجمات على المقرر الخصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الحملة تأتي كجزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة على مدار 76 عاما تهدف إلى تقويد عمل الأمم المتحدة ونزع الشرعية عن دورها في مواجهة السياسات الاستيطانية حرب علنية دائرة بين الأمم المتحدة وإسرائيل التي لطالما انتهكت القوانين الدولية وضربت بالقرارات الأممية عرض الحائط وذلك بعد عام شهد تبادل الاتهامات والتهجمات بين الطرفين إلى حد التشكيك في إمكانية إبقاء إسرائيل عضوا في الهيئة الأممية هوة الخلاف زادت بين تل أبيب والمنظمات الأممية بعد اتهام الأخيرة لإسرائيل بالتسبب في تساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط على خلفية الهجمات غير المسبوقة في غزة ولبنان وتدهورت العلاقات بالتزامن مع حظر الكنيسة نشاط وكالة الأونروا في ظل مواجهة إسرائيل لانتقادات دولية حدة بعدما أقر برلمانها مشروع القانون الذي يحظر الأونروا التي تنسق تقريبا لكل المساعدات في قطاع غزة الحرب الكلامية المشتعلة احتدت بين إسرائيل ومختلف الهيئات الأممية بينما اتهمت مؤسسات تابعة للهيئة الدولية مرارا إسرائيل بارتكاب إبادة في حربها المدمرة على غزة التهاكم الإسرائيلي وصل إلى حد شن حكومة الاحتلال حملة هجوم واسعة النطاقة ضد المسؤولين بالأمم المتحدة على خلفية دعم المنظمة الإنسانية لقطاع غزة والتنديد بهجمات قوات الاحتلال إسرائيل ذهبت أبعد من ذلك لتعلن الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه مما يعني منعه من دخول أراضيها لعدم إدانته هجوما صاروخيا عليها فورا تل أبيب اتخطت معادات المنظمات الأممية إلى حد الخلافات مع عدة دول فندد نتنياهو بالرئيس الفرنسي أمانويل ماركرون لإشارته إلى أن إسرائيل مدينة في وجودها إلى قرار من الأمم المتحدة وبالتالي عليها إظهار المزيد من الاحترام لقراراتها وارتفع مستوى التوتر أكثر منذ كسفة إسرائيل ضرباتها على معاقل حزب الله في لبنان وأرسلت قوات برية إلى البلاد وخلال العام الأخير توالت الانتقادات لإسرائيل من قبل المحاكم المرتبطة بالأمم المتحدة على خلفية عضوانها على غزة واستشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين من بينهم موظفون يعملون بالوكالات الدولية تجاهل إسرائيل للعديد من قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية دون أي عواقب أصار غضباً دولياً يطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة